الأصحاح الثالث وكذلك أنتنا أيتها النساء اخضعنا لأزواجكن حتى إذا كان فيهم من يرفضون الإيمان بكلام الله استمالتهم سيرتكن من دون حاجة إلى الكلام عندما يرون ما في سيرتكن من عفاف وتقوى لا تكن زينتكن خارجية بضفر الشعر والتحل بالذهب والتأنق في الملابس بل داخلية بما في باطن القلب من زينة نفس وديعة مطمئنة لا تفسد وثمنها عند الله عظيم كذلك كانت النساء القديسات المتكلات على الله يتزين في ممضى خاضعات لأزواجهن مثل سارة التي كانت تطيع إبراهيم وتدعوه سيدها وأنتن الآن بناتها إن أحسنتن التصرف غير خائفات من شيء وأنتم أيها الرجال عيشوا مع نسائكم عارفين أن المرأة مخلوق أضعف منكم وأكرموهن لأنهن شريكات لكم في ميراث نعمة الحياة فلا يعيق صلواتكم شيء وبعدوا فليكن لكم جميعا وحدة في الرأي وعطف وإخاء ورأفة وتواضع لا تردوا الشر بالشر والشتيمة بالشتيمة بل باركوا فترثوا البركة لأنكم لهذا دعيتم فالكتاب يقول من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما سعيدة فليمسك لسانه عن الشر وشفتيه عن المكر في الكلام وليبتعد عن الشر ويعمل الخير وليطلب السلام ويسعى إليه لأن عين الرب على الأبرار وأذنه تصغي إلى دعائهم أما وجهه فيميل عن الذين يعملون الشر فمن يسيء إليكم إذا كنتم حرصين على الخير ولو تألمتم في سبيل الحق فهنيئا لكم لا تخافوا من أحد ولا تضطربوا بل قدسوا المسيح في قلوبكم وكرموه ربا وكونوا في كل حين مستعدين للرد على كل من يطلب منكم دليلا على الرجاء الذي فيكم وليكن ذلك بوداعة واحترام محافظين على سلامة ضميركم حتى إذا عملتم بسوء يخزى الذين عابوا حسن سيرتكم في المسيح فمن الأفضل أن تتألموا وأنتم تعملون الخير إن كان ذلك مشيئة الله من أن تتألموا وأنتم تعملون الشر فالمسيح نفسه مات مرة واحدة من أجل الخطايا مات وهو البار من أجل الأشرار ليقربكم إلى الله مات في الجسد ولكن الله أحياه في الروح فانطلق بهذا الروح يبشر الأرواح السجينة التي تمردت فيما مضى حين تمهل صبر الله أيام بنى نوح الفلك فنجى فيه بالماء عدد قليل أي ثمانية أشخاص وكان هذا رمزا للمعمودية التي تنجيكم الآن لا بإزالة وسخ الجسد بل بعهد صادق نية مع الله بقيامة يسوع المسيح الذي صعد إلى السماء وهو عن يمين الله تخضع له الملائكة والقوات وأصحاب السلطان